الامكنة والبيوت في غزة اصبحت جرحا عميقا الامكنة والبيوت صارت مقابر مكشوفة تؤلم من تبقى على قيد الحياة الى حين غزة وهي مكان ايضا لم يعد فيها اي امل بالحياة كلما هناك موت ويأس مع استمرار الحرب التي ستدخل شهرها الخامس ولا امل حتى الان ان توقف مكينة الاحتلال الموت والخراب الذي جلبته معها للقطاع وسكانه محولة الاحياء الى شهداء ومصابين ومفقودين ومشردين واحياء كاملة الى انقاض ومدن اشباح ونظام صحي منهار ومشاريح وشوارع تغص بالجثث وخيما تعج بالعائلات الثكلة والمدنيين المنهكين من الجوع والعطش والبرد والمرض يسيطر عليهم الرعب من مستقبل لا احد يعرف كيف سيكون في مأساة مستمرة ليست نتيجة عن كارثة طبيعية بل هي برمتها صنيعة دولة احتلال تفرض على نحو مليوني مواطن في القطاع كل اشكال الحصار والموت والمعاناة اكثر من مائة يوم تبدو لنا كمائة سنة لكن بالنسبة لسكان القطاع فانها تبدو كالاف السنوات لان الحرب تركت بصاماتها على اجسادهم وارواحهم واستطاعت ان تبدل شكل القطاع الساحلي الصغير وبعد ان كانت احياؤه تضج بالحركة والسيارات باتت مليئة بالركام والمباني المهدمة التي تحتضن انقاضها جثث الشهداء الذين لم يكتب لهم ان يخرجوا من تحتها فاحتضنهم ركام منازلهم التي عاشوا فيها وماتوا معها لم يوفر القصف ايا كان او اي شيء لدرجة ان منصق الامم المتحدة لشؤون الانسانية مارتين جريفث وصف القطاع حاليا بانه مكان غير صالح للسكن بسبب الدمار الذي الحقته قوات الاحتلال ببيوت وابنية الغزاويين وفي هذا الصدد اكد خبراء انه بالاستناد الى صور الاقمار الصناعية فان نصف المباني في قطاع غزة تضررت او دمرت منذ بداية الحرب وتشير بيانات الاقمار الصناعية التي حللتها جامعات امريكية الى ان ما بين مائة واربعة واربعين ومائة وخمسة وسبعين الف مبنى في جميع انحاء الشريط الساحلي قد تضررت او دمرت منذ السابع من اكتوبر اي ما يعادل ما بين خمسين بالمئة وواحد وستين بالمئة من مباني غزة ومن بين ابرز الابنية العامة التي احرقها او دمرها جيش الاحتلال جامعة فلسطين ومدرسة خليفة تابعة لوكالة الغوث اونيروا وجامعة الازهر ومربعات سكنية كاملة كما دمر جيش الاحتلال الاسرائيلي اكثر من مائتي موقع اثري وتراثي من اصل ثلاثمائة وخمسة وعشرين موقعا مسجلا في قطاع غزة ويبدو ان اسرائيل لم تكتفي بتدمير المنازل بقصفها حيث كشفت صحيفة هارتس الاسرائيلية ان جنود الاحتلال احرقوا مئات المنازل داخل قطاع غزة بكل ما فيها من ممتلكات ونقلت عن العديد من ضباط جيش الاحتلال تأكيدهم ان احراق البيوت تحول الى وسيلة تدميرية شائعة وانه تم باوامر ضباط في القيادة ودون الحصول على الموافقات القضائية اللازمة مشيرين الى ان بعض عمليات الاحراق كانت انتقاما من الجنود لمقتل زملائهم في الوحدة نفسها وتؤكد الصحيفة ان عمليات الحرق هذه تستهدف منازل مدنيين لا علاقة لهم بالمقاومة ولا بعملية طفان الاقصى وهي ليست جزءا من عمليات التدمير التي لا يخفي الجيش انه يقوم بها منذ مرحلة مبكرة من الحرب مضيفة ان الولايات المتحدة طلبت مؤخرا من اسرائيل وقف هدم المباني العامة في قطاع غزة مثل المدارس والمستشفيات لان ذلك سيدر بسكان غزة مشيرة الى ان اسرائيل ردت بالموافقة على الطلب الامريكي لكنها لم تنفذ ويؤكد خبراء ان اعادة بناء الوحدات السكنية في غزة حتى الان سيتطلب 15 مليار دولار مشيرين الى ان التقارير الدولية تؤكد تعرض 360 الف وحدة سكنية لاضرار شديدة او جزئية وان ما يزيد على 70 الف وحدة سكنية تدمرت بشكل تام مشيرين الى ان هذا المبلغ يغطي فقط الوحدات السكنية دون التطرق الى البنية التحتية والمستشفيات التي تضررت التاريخ يعيد نفسه في غزة فالمدن تدمر وصراخ المنكوبين في الداخل لم يعد يكفي للتعبير عن الالم والبيوت تموت اذا غاب سكانها والناس يموتون ايضا اذا غابت بيوتهم في مدن القطاع عاش ويعيش الناس اكثر من مئة يوم من العزلة لكنها لا تشبه باي حال من الاحوال العزلة التي تحدث عنها الكاتب جابرييل جارسيا ماركيز ففي عزلة اهل القطاع الاطفال يحلمون باللا شيء واشلاء الناس تتناثر في كل مكان والبيوت تنهار بلمحة عين والارض تحرق عمدا والسماء تمتر قنابل وصواريخ اما القلوب فلم تعد قادرة على الاحتمال اكثر لان الحياة التي سقطت جميع شروطها امام عدم استطاعة الوصول اليها ما تزال تنتظر نجاح من يحاول ولكن يبقى الموت المؤجل الى حين غير غافل عن بشر نسوا ان يموتوا في القطاع اشتركوا في القناة